روسيا فشلت في الاستلاء على كييف ورئيس الروسي فراديمير بوتين لن ينتصر في هذه الحرب هو ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن من جهتها عن اتخاذ إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة على أوكرانيا بينما تتواصل في قصر فرساي بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في المقابل روسيا بدأت في اتخاذ تدابير لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية التي تشمل تعليق صادرات الحبوب ومواد أخرى في حين تعهد الرئيس فراديمير بوتين بالرد على العقوبات مشددا أن بلاده ستخرج أقوى من الأزمة الراهنة بينما تتواصل المعارك في اليوم السادس عشر من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا في عدة محاور أبرزها محيط العاصمة كييف بالإضافة إلى مدينتي ماريوبول في الجنوب وخاركيف في الشرق في حين اتهم رئيس الأوكراني فراديمير زيلنسكي الجيش الروسي باستهداف المدنيين الذين تتواصل عمليات إجلائهم من بعض مناطق الموجهات إمكانية لجوء القوات الروسية لأسلحة كيميائية هو حديث العواصم الغربية في وقت اتهمت فيه روسيا الولايات المتحدة وأوكرانيا بتطوير برنامج عسكري بيولوجي على حدودها ويبقى في الأخير المدنيين الأوكرانيين هم الخاسر الأكبر في هذه الحرب اشتركوا في القناة